بالإضافة للرسومات اللي بتكون على التشيرت. تعال بقى نرجع للموضوعنا تاني اللي هو في النسيج. انا بعمل تصميم الغرض منه ايه? وهيستخدم في انهي فصل. يبقى احنا كده بنسيب بقى النوع الاماشة هو سيدات ولا رجال? ولا اطفال? خلي بالك ان فيه الوان الاطفال كمان. بس مش نتكلم عنها خلينا في حلقة يكون فيها تصميم. بنتكلم عن اماشة هتستخدم في انهي فصل. يعني هي في الصف? ولا في الشتاء? ولا في الربيع? ولا في الخريف? هنقول للربيع زي الخريف. الاتنين الجوا فيهم بيبقى قريب من بعضه. تمام كده? لكن فيه قماشة شتوي وفيه قماشة صيفي. النسيج السيدة بتاع الحلقات اللي فاتت بيشتغل صيفي. مية في المية صيفي. وبزود ان هو بأكد عليه انه هو صيفي لو انا وسعت ما بين الفتل واللحمات. هتشتغل صيفي. ليه? الاولا القماشة نفسها خفيفة. انت لو جبت الخيوط بتاعتك وخليتها رفيعة كمان يعني شوف. انت هتزود المسافات البينية بين الخيوط. وكمان هتستخدم نمرة رفيعة. فانت هتستخدم قماشة شبه شفافة. فعشان كده في القمصان الرجالي بالذات هتلقى ان القميس القماشة مفتاحة. انت تلبسها في الصيف كويس. هتقدر تمشي بيها في اي جو. غير بقى لو انت جيت وجبت قميس جنس. وجيت جربت تلبسه في الصيف. الموضوع هيبقى مهدلة. هيبقى صعبة جدا. ليه? القميس الجنس مش معمول سادة. هو لازم يكون جنس بجد. مش قميس لونه ازرق. وبنسميه جنس. لان فيه قمصان. لونها لون الجنس. لكن هي مصنوعة من نسيج السادة. ايا كان. فكلمة جنس على القميس ده معناها ان اصلا خيوطه سميكة. حتى لو كان سادة. خيوطه سميكة. المسافات البينية صغيرة جدا. مفيش للتكده يكون مفيش. الخيوط متكدسة على بعضها. فالمسام مقفولة. كلمة مسام مقفولة دي معناها ان انت هتلبس حاجة عايز تحفظ بها درجة حرارة جسمك. فبالتالي انت محتاج لقماشة تقيلة. النسيج السادة مش هيديك التقل. النسيج اللي بعده على طول اللي هو المبرد هو لا يتقل معك القماشة. هتلقى انا في البنطلون الجنس هتلقى ان هو مش بنطلون عادي. هتلقى في خطوط ميلة فيه. خلي بالك ان فيه جنس دلوقتي بقى فيه سادة. بس صيفي يعني الناس بتستعمله بتستعمله اكتر سيفي. انه خفيف جدا يعني حتى القماشة السمكها خفيف. رؤياء. بس قماشاء بنسميها جنس. ينفع مبرد يبقى قماشة رؤياء? اه ينفع بس يستخدم له خيوط رفيع. يبقى كله. يا اما اللاعب على الخيوط يا اما اللاعب على التركيب النزجي. خلانا نلعب على التركيب النزجي. المبرد. ايه هو المبرد? وازاي بيتم تصنيع الانسجة بيه. وايه اهم? اقل مبرد موجود في السوق. كلمة مبرد معناها او اول حاجة فيه يعني. انا هنا لو جبت الزاوية اللي قدمي دي كده. لو برسم مبرد هلقايا واخد زاوية خمسة واربعين. هيعمل خطوط بزاوية ميل خمسة واربعين. اللي قماشة مفياش خط واحد. بيقى فيها اكتر من خط. طبعا انا مش بقى قول الكلام ده ولسه هنشتغلوا ان شاء الله على الطبيعة. فهتلقى لو ماشي الجنس نفسه هتلقى مخطط كده لو انت قربت عينك منه هتلقى خطوط 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 كده ايه? بزاوية خمسة واربعين. تمام كده? طب ده الشكل بتاعه. اقل مبرد بقى موجود عندي في السوق او اقل مبرد اقدر اصمم عليه. كام في كام? مبرد ثلاثة في ثلاثة. هو مفيش حاجة اسمها مبرد ثلاثة في ثلاثة. لكن في كسر للمبرد. مجموعه يجيب ثلاثة في ثلاثة. يبقى اقل مساحة للمبرد هي ثلاث مربعات في ثلاث مربعات. مش هينفع يبقى اتنين في اتنين. اللي اتنين في اتنين ده نسيج السادة. لكن ثلاثة في ثلاثة هي اقل مساحة اقدر ارسم عليها مبرد. والمبرد ده هيبقى اما واحد على اتنين او اتنين على واحد. فتعالا كده نرسم تلاتة في تلاتة ونشوف مرة مبرد واحدة على اتنين ومرة مبرد اتنين على واحدة. قادي هنا مساحة بتاعتي. هنقسمها بالشكل ده كده. تعال كده معي على الرسم افضل. قادي هنا مساحة جنبية تاني برضو. هنقل على الرسم. عشان نشوف المساحات. تعالوا بقى نكمل الرسمة بتاعتنا. ونشوف المبرد بتاعنا هترسم ازاي. احنا قلنا مرة. مبرد واحد على اتنين ومرة اتنين على واحد. انا جبت من him3 في3 جمعت البسط والمقام. هنا 3 في3 وهنا 3 في3. اتنين زادت واحد تلاتة واحد زادتين تلاتة. هنا واحد على اتنين هلون واحد وسب اتنين. او سي بي اتنين. بالطول او بالعرض. تمام كده هنا بقى بستخدم الزاوية 45 يعني المربع ده متلون متلون المربع لانا قطعته ده لازم يتلون لو ملونتوش يبقى انت رسمت المبرد بتاع الغرب فانا كده كده هلونه هيبقى اكتر فيه التصميم اللي بعده كده مبرد واحد على كيام واحد على دين ده ملون واحد وسيب اتنين لو جيت في العمود ده هتلقى ملون واحد وسيب اتنين لو جيت في العمود ده ملون واحد وسيب اتنين تمام كده طب هنا بقى بلون اتنين وسيب واحد نعمل زاوة 45 احنا قلنا المربع ده متلون متلون تمام كده فهنا بيقول لي ايه انا هشتغل وسيده ولا لحمة يام اشتغل الاتنين كده يام اشتغل الاتنين كده لو اشتغلتها كده اشتغل كله كده لو اشتغلتها بالطول اشتغل كل طول احنا هنا هنعملها طول لكنها تنفع طول او عرض ادي واحد و ادي التاني تمام كده ده اتنين و ساب واحد لما اجا لون بقى المربع او العمود اللي جنبي او الفتلة اللي جنبي ابدأ من الوقت ده لزاوية الميل دي المقطوعة دي كي اني بعمل درجات سلم بالشكل ده كده وهلون التاني بالشكل ده تمام كده هنا بقى هلون دي معاك خلاص بس هتقول انت ايه ما فيش حاجة الون فيها فوق ده مربع واحد وانت بتقول انت عايز تلون مربعين هحط المربع التاني فين فيش مكان ليه هنا هعمل فيه ايه هنا انت وصلت نهاية التصميم احنا قلنا اي صف بالطول لازم يكون فيه مربعين متلونين وواحد فاضي هنا ملون واحد وسبب اتنين يبقى اللي ما يتلونش هنا انزل تحت الونه بالشكل ده كده كده انا كملت التصميم بتاعي بقى اتنين على واحد اتنين على واحد اتنين على واحد كده انا شايف ان فيه دايما مربع ايه واحد هو ايه الفاضي والباقي متلون تصميم زي ده لقيه على كم درقة لقيه على تلات درقات لازم يكون على تلات درقات الفاتلة الاولى في الدرقة الاولى التانية في التانية التالتة في التالت طب لو متكرر هنرجع تاني اولى تانية تالتة اولى تانية تالتة اولى تانية تالتة لقيه بنسميه على الصف كذلك هنا برضو المساحة اللي قدامي دي كلها هتحتاج كم درقة تلات درقات الاولى في الاولى التانية في التانية التالتة في التالتة تمام كده رباط الدوس انا على الصف على الصف كلمة على الصف يبقى ايزا رباط الدوس نفس التصميم يعني اشيل ده كده وحطه جنبه اشيل ده كده وحطه جنبه ده لو التصميم تكرار واحد لو اكتر من تكرار مش ينفع عامل الحتة دي لازم اخد تكرار وحطه جنب التصميم هنا طبعا عشان المساحة فاحنا قلنا بس الفكرة بعد اللاقي مدام اللاقي بالشكل ده يبقى اربط الدوس هنا نفس التصميم طيب هو الشغل على ده بس يعني هو انا عندي مربع مبرد واحد بس طول التصميمات بتاعتي يعني انا شغال بمبرد واحد على اثنين او اثنين على واحد لا ده انا عندي انواع كتير جدا من المبارد وعندي المنتظم وعندي غير المنتظم اللي احنا شغالين عليه ده منتظم في خط مبردي واحد وصمكه في جميع التكرارات واحد فالقماشة تظهر سطحها منتظم اما لو غيرت الكسر او زودت اكتر من كسر معايا الكسور دي اللي كان البستها مش قد المقام فبالتالي هيديني خطوط مبردية اللي منها سميك واللي منها رفايع فهيغير مظهر القماشة تماما فهتظهر بشكل مختلف في الحالة دي اسمها غير منتظم مبرد غير منتظم لان احنا بعد شوية ممكن ناخد الامتدادات فنخلي بالنا وانا بتكلم عن المبرد الغير منتظم او المبرد المنتظم اخلي بالي ان انا مش هيبان معايا اكتر غير وانا بعمل منه التكرارات عشان اشوف الفرق الموجود عندي تعالوا بقى نشوف المسائل البسيطة تيجي ازاي ونشوف التكرارات بتاعتنا بتتعامل ازاي ناخد حاجة فيها تكرار عشان نشوف هنصمم المساحة بتاعته ازاي تعالوا كده نكتب المسألة دي بقول لي ايه ارسم مبرد اتنين على تلاتة مقرر مرتين سدى وتلات مرات لحمة في اللي فات كنا بنقول لازم اعمل فتل ولحمات وفي اللي جاي للنهاية لازم اعمل فتل ولحمات هنا بقى لازم اجمع البسط والمقام وحطه عند الفتل وحطه عند اللحمات مجموعة هنا يبقى خمسة وخمسة طب التكرارات بدل التكرارات مرتين السدى تحت اللحمة مرتين تلات مرتين تلات مرتين اللحمة تحت السدى ادي اتنين ودي تلاتة تلاتة في خمسة خمسة اشر واتنين في خمسة بعشر يبقى هنا بالعرض خمسة اشر وبالطول عشرة المبرد اتنين على تلاتة هنيجي هنا هنبدأ ان احنا نسم التصميم بتاعنا اللي هو بالعرض محتاج خمسة اشر مربع وبالطول عشرة هندخل على طول التصميم هنا ونقول المسيحة بتاعتنا احنا قلنا بالعرض خمسة اشر وبالطول عشرة هنعمل العشرة هدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة بالعرض خمسة اشر هناخد مساحة اكبر هنصغر المربعات بتاعتنا عشان ناخد الخمسة اشر كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ده تكرار واحد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ده التاني وهنكمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هنكمل طبعا المساحة بتاعتنا عشان توصل خمسة شفة خمسة اشر بالشكل ده كده وهنبدأ بقى نشوف التصميم بتاعنا ماشي ازاي اول حاجة هو بيقول لي مبرد اتنين على تلاتة يبقى هتلون اتنين وتسيب تلاتة قالك انت بتشتغل على زاوية خمسة اربعين يعني المربعات اللي في زاوية خمسة اربعين دي كلها ايه مليانة ده كده هتلون حين هتشتغله بالطول ادي اتنين ونسيب تلاتة اتنين ونسيب تلاتة ادي هنا الاتنين بتوعي الاولى ومعاها التانية بتاعتها وسيب تلاتة فاضين واحد اتنين تلاتة ولون اتنين كمان هيتبقى تلاتة هيابلك هنا مشكلة وهي ان ده احنا قلنا زاوية خمسة اربعين العلامة الاولى دي العلامات اللي بعدها برضو هتمثل زاوية خمسة اربعين بس هنا خلصت مفروض تيجي في المكان ده مفيش تنزل في المكان ده وتكمل زاوية خمسة اربعين بتاعتها هي دي المشكلة وحلها يديرنا نوصل لزاوية خمسة اربعين طب الخط ده وصل لغاية هنا وخلص المفضل المربع ده اللي هتلون مفيش هنا مربع انزل تحت حط العلامة بتاعتي وانزل لخمسة اربعين وصلت كده احنا حلنا الجزء اللي يعمل معايا مشكلة لكن اللي فاهم كان هيشتغل على طول وهيمشي هنا هيلون اتنين بالشكل ده كده بالطول هيعمل التصميم بالكامل يبقى العلامة دي كانت دليل معايا بالشكل ده بكمل بقى التصميم بتاعي ده خط مبردي او الخط المبردي الاول بوصل معايا كده اقربنا ايه نخلص اخر مربع مربع اهو بس ده مربع واحد فين التاني يكمل تحت في نفس الصف مدام ما فيش مكان لي فوق نفس الصف كده انزل الون المربع الاولاني ده اللي جنبه ده هيتلون ويتلون في ام ربع بيكمل التصميم التصميم بيكمل بعض انا ماسك خط مبردي واحد هيخلص هنشوف هنعمل ايه بعد ما يخلص الشكل ده كده انا كده ايه اقفلت الخط المبردي الاول هنا فيه مساحة فاضية كبيرة بس فيه خط مبردي جديد اخلص الخط المبردي ده عشان نبتبين الشكل بتاعي يكون منتظم هنشوف كده نكمله الشكل ده كده هنا مربع تحت واحد هنا الاتنين هنا الاتنين هنا الاتنين بكمل بقى ونشغل بالشكل ده هادي الخط المبردي بيكمل معايا نلون ايه خط خط امشي معايا كده واحدة واحدة عشان مطلق بطشي طبعا اي حد بيدعمل علامة غلط بالفلمستر مفروض ان فيه طريقة برضو عشان اقدر ناشيل علامات يبعد حط كوريكتور على اي ورق مربعه اول حاجة بيبوز التصميم هنا علامة لها علامة تحط لها تحت اول حاجة كوريكتور بيبوز التصميم بيباني انه لون فبيبقى شكله سايق وبيخلي التصميم شكله ايه سايق فيفضل عدم استخدام الالوان الجزء الخاص بالكوريكتور لانه معتبر لون كأنه ابيض كده انا خلصت التصميم بتاعي وزعت كل المربعات محتاج هنا اعمل يبقى اعمل اللقي اللقي هنا على كم درقة اه مشكله بقى احنا قلنا التصميم كم تصميم اتنين على تلاتة مجموعة البسط والمقام خمسة مساحة التصميم خمسة في خمسة الدرق خمسة رباط الدوس خمسة يبقى مجموعة البسط والمقام اعمل المساحة وحدد الدرق وحدد كمان عدد الدواسات يبقى انا هنا محتاج خمس درقات ادي الدرق الاولى التانية التالتة الرابعة الخمسة هشتغل على الخطوط الاولى في الاولى التانية في التانية التالتة في التالتة الرابعة في الرابعة الخمسة في الخمسة نرجع تاني الاولى التانية التالتة الرابعة الخمسة نرجع تاني الاولى التانية التالتة الرابعة الخمسة رباط الدوس هنا تكرار واحد كفاية من التصميم تكرار واحد كفاية لان انا مش محتاج ارسم اكتر من تكرار لان احرك الدواسات بس فبالتالي انا مش محتاج مجهود في تحريك الدواسات كبير فبالتالي بحدد المساحة بتاعتي على مساحة تكرار واحدة وهو قصة مدم ابرد فانا اعرف المساحة بتاعتي من البداية شكلها ايه طبعا رباط الدواس واللاقي بيتلونه باللون الاسود التصميم بيتلون بالالوان العديد تمام كده احنا كده حددنا كل حاجة تعالوا بقى نعمل رباط الدواس هنقل من الدرقة الاولى وفيها كام فتلة تلاتة هاخد منهم فتلة هاخد الحتة دي بس هيلون اتنين ويسيب كام تلاتة تمام كده الدرقة التانية هاخد من الفتلة رقم اتنين لغات هنا بس ساب واحدة وملون اتنين وساب اتنين ساب واحدة ولون اتنين وساب اتنين التالتة ساب اتنين وملون اتنين هنسيب اتنين وهنلون اتنين الرابعة ساب تلاتة ولون اتنين واحد اتنين تلاتة وهيلون اخر اتنين الخمسة اه هنا الخمسة اخيرة هنا حتة دي لون الاولى وساب تلاتة ولون الاخيرة دي بقى لون الاولى ساب تلاتة ولون الاخيرة ظاهر ايه في التصميم ممكن ظهرها في مزر السطح اكتر سيبك من التصميم العادي اي خطة هتاخده سواء بالطول او بالعرض هتلاقي علامتين بس المتلونين يعني هنا اتنين بس هنا بالعرض ساب اتنين ولون اتنين ساب واحدة اي مكان في التصميم هيكون ايه هيكون بيكلم عن علامتين بس المتلونين والباقي لا تعم كده فده طبعا اللي بيحدد وبيتزبط شكل التصميم بتاعي انا كده اعملت التصميم بتاعي وعرفت ان انا اصممه وبالشكل ده عرفت عمله اللقي وعرفت عمله برضه روباط الدوس طيب بعد ما عملت لقيه روباط الدوس والتصميم انتهى على كده لا في حاجة تانية اسمها المزر السطحي وفي المزر السطحي انا بشوف شكل التصميم على الطبيعة يعني انا عايز اشوفه وهو كأن مثلا مكبر بعدسة عايز اشوف الحركة بتاعته ازاي وبالاضافة كمان انا عايز اشوف في التركيب النسجي تقطعات ماشية ازاي انا عايز اعمل القطاع القطاع ده لما يجي عمله هيعمله ازاي انا عايز اشوف حركة الفتل عالطبيعة اخد بالك حركة الفتل في القطاعات دي بتتاخد وتترجم في التخطيط بنظام تاني يعني في التخطيط كمان بيشتغل بنفس الطريقة بياخد التركيب النسجي ويعمل عليه حسابات بقى التصميم المرسوم عندي على المربعات دا ينفعني تعمل عليه حسابات اه لما تديني المواصفة اقدر اطلع لك منه حسابات واقدر اقول لك انت محتاج كم فتلة في الصانتي التكدس بتاعك على المستوى القماش هيكون كام فتلة وهكذا فمقدر العب على ده اقدر اعرف المسامية بتاعت القماش قد ايه وعمل اختبرات كلها اللي انا عاوزها على القماش زيون كان نظري او عمري فانا كده عرفت ان انا ارسم التصميم بقى ايه بقى ان انا حضر المظهر السطح عشان اعمل مظهر سطحي هنعمل مظهر سطحي للتصميم الاولين خالص سحة صغيرة وسهل اعمل فيه ايه مظهر سطحي تعالي كده نشوف لو انا هعمل مظهر سطحي لمبرد واحد على اثنين مظهر السطحي بعمل ازاي هنا هنقول مبرد واحد على اثنين مجموعة وثلاثة تمام كده طيب مساحته ثلاثة في ثلاثة انا اعمل ثلاثة في ثلاثة ما هو ثلاثة دي يعني ثلاثة في ثلاثة وثلاث درقات وثلاث دواسات وكل حاجة منه ثلاثة هلون الاولاني بس انا هنا مش محتاج اعمل لا او ربط دوس انا محتاج ادخل على المظهر السطح على طول خدنا التصميم الصغير عشان مظهره السطح لما يجي نرسمه ما يبقاش كبير زيادة عن لازم فهنا الفتل واللحمات ثلاثة في ثلاثة المظهر السطحي الفتل في ثلاثة زيادة واحد اللحمات في ثلاثة زيادة واحد الفتل هنا عندي ثلاثة في ثلاثة زيادة واحد واللحمات ثلاثة في ثلاثة زيادة واحد 2 في 3 بـ 6 و 1 7 2 في 3 بـ 6 و 1 7 هاجي هنا في المساحة دي وهعمل 7 في 7 1 2 3 4 5 6 7 وهنا 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 5 5 6 6 6 6 7 8 9 9 10 12 12 13 13 14 14 14 15 15 14 15 15 17 18 19 20 20 21 22 22 22 22 22 23 23 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 26 27 28 29 29 30 29 30 30 30 لونه بلون اللحم معنى كده إن اللحمة اللحمة عدت تحت الفتلة الأولى وفوق الاتنين الثانية تحت الأولى فوق الاتنين اللي بعدها اللحمة اللي بعدها سيب صف فاضي وأخذ علامة اللحمة الثانية وكل عالمات البيضة اللي في تجاه اللحمة دي يديها اللوم بتاعها تمام كده? طيب. الون ازاي بقى? قال لي بقى همسك برضو نفس الموضوع. هنا بقى فيه ثلاث مربعات. ادي واحد. ادي التاني. ادي التالت. المربع الاولاني ابيض. هتلونه. المربع التاني ازرق. سيبه فاضي. المربع التالت ابيض. لونه. انا بنقل حركة اللحمة الاول. تمام كده? طيب. هنسيب صف وناخد علامات لحمة. تمام كده? وديني كل الابيض لفتجاه اللحمة. بالشكل ده كده. تمام كده? هنا بقى. المربع الاولاني والتاني والتالت. الاولاني ابيض لونه. التاني ابيض لونه. التالت ملون سيبه فاضي. بعد ما خلصت. بعد ما خلصت بلون تاني خالص. هتبدأ تدي الجزئيات دي. ده كده ايه? مقدر امكان بنحاول نظهر انه في لون دينك. هو مفروض لا زرق مع الاحمر. طبعا هو باين هنا كويس. انا شايف ان هو ظاهر على الشاشة. بشكل معقول. كده احنا عملنا نلاقي ورباط الدوس للتصميم الاساسي. وعملنا تصميم جديد وبنعمله الماظر السطحي. بقى لنا القطعات. بعد ما خلصت الماظر السطحي بالشكل ده. بقى لنا القطعات. عزي نشوف الفتل دي متعشقة مع بعضها ازاي? الحركة بتاعتها جاية ازاي? فهاجي تحت الفتل بلون الفتلة واعمل دايرة. تحت الفتلة. وجنب اللحمة هعمل دايرة. كل اللحمة هعمل جنبها ايه? دايرة. هسيب منها مربعين. واعمل في المربع رقم تلاتة دايرة. همسك بقى ايه? اللحمات عاملة ايه مع الفتل? اللحمة الاولى ايه? مشي تحت الاولى. تحت ايه? وفوق اتنين. طيب الفتل عامل ايه مع اللحمات? فوق الاولى تحت اتنين. تمام كده? دا قطاع. دا سمو قطاع هنتقل دي شوية عشان تبين? دي بس اللون بتاع الفتل. كده هي. فوق اللحمة الاولى تحت اتنين. كأنك مسكت القماشة وقلبتها بالجنب. فانت شفت القطاعات كأن الخوط دي فبتظهر معي بالشكل دي طبعا هو لازم تكون لازقه في القيوط كده عشان خاطر المسافات البيانية نفسها. كزلك دي برضو هنا برضو لازم تكون لازقه في الدايرة بتاعتي بالشكل ده كده. عشان يبين التقاطى السليم. كده انا بارسم انا عرفت ازاي ارسم التصميم بتاعي وارسم مظهره سطحي. وارسم كمان روباط الكطاع بتاع اللح السدى. ده كطاع السدى. وده كطاع لحمة. كطاع يعني انا مسكته اديت له قطع في اتجاه معين. الاتجاه ده ممكن يكون اتجاه آآ السدى يعني انا قطعته في اتجاه السدى او قطعته في اتجاه اللحمة. القطع ده الغرض منه ايه? الغرض منه ان انا اشوف القماشة او اشوف الخيوط من الجمب. هشوفها عاملة ايه مع اللحمات? او قطعت من عند اللحم عشان هشوف اللحمات ماشية من الجمب. عاملة ايه مع الفتل? في النهاية انا بشوف الشكل بتاعي على اساس ان انا اجهز قماشتي. كل الهدف في النهاية ايه? ان اوصل للقماشة بتاعتي بالشكل. اين مطلوب? تمام? انا كده وصلت للقماشة بتاعتي وعرفت ان انا زبطت الدنيا معها ازاي? وفهمت المظهر بتاعي بقى عاملة ازاي? عرفت المظاهر بتاعتي. انا كده شغال مبارد منتظمه. المبارد الغير منتظم بقى. شكلها ايه? المبرد الغير منتظم هو اللي فيه اكتر من بسط واكتر من مقام. المبرد الغير منتظم موجود فيه اكبر اكتر من بسط واكتر من مقام. وفيه مبارد طبعا السمك بتاع المبرد نفسه يكون كمان مختلف يعني ممكن يكون مرة اتنين على تلاتة مرة تلاتة على تنين في نفس التصميم مرة تلاتة اربعة اربعة على خمسة كده فانت كل ما بتغير الخط المبردي نفسه السمك بتاعه بتغير مظهر القماشة خالص تخيل انت بتعمل حاجة بتغير مظهر سطح القماش ده ده المطلوب ان سطح القماش عندك يكون له اكتر من شكل عشان انا عندي زي ما قلت كده السوق مش زوق واحد السوق ملايين الازواء ملايين الازواء دي انت عشان تخلي الناس دي كلها تتفق عليك انت وتعجب بتصميمك انت محتاجة مجموك كبير جدا منك انك انت على اقل تدرس السوق دراست السوق لوحدها مشكلة كبيرة جدا لان انت عندك السوق متقسم كمان متقسمة بين العادي والشعبي واللي هو الدرجة العالية او الدرجة الممتازة فانت بتتعامل مع الناس كتير جدا مش مش شرط الشخص السوق نفسه في سوق اللي بيع الشكل الشعبي او اللي هي المركات المركات العالمية بالذات لا بيجي يعمل القماشة مش بيعملها عشان هي يحط عليها اسمه وبس لا ده عشان طول ما هي بتستخدم اسمه ده او الجودة بتاعت القماشة دي تعود على اسم صاحب الايه العلامة فالعلامات التجارية مش معنى ان انا جاب اسم علامة تجارية موجودة عندي ومكتوبة على تشيرت يبقى الحاجة بتاعت دي ممكن تكون اعلى حاجة بالعكس ممكن تكون اصلا العلامة متقلدة ما انت نازل شاي المركب خلاص هل انت اشتريتها من المصنع الاساسي انت شاريها من مكان بيبيع القماش ده او الملابس دي فبالتالي هو ممكن يغشك ممكن يحط اي علامة شبه العلامة الاصلية ويحطها لك على القماشة وانت بتروح تشتريها عادي وتكون مبسوط بيها لايفرق دي عندي جودة القماشة فانت لما تيجي تدور على المصنع وتقول انا اشتريت قماشة والقماشة دي بتاعتك او اشتريت ملابس والملابس دي بتاعتك والملابس دي فيها ومشاكل واحد واثنين وتلاتة لو هي مزورة اقول لك المصنع اوتوماتيك على طول لا القماش ده وات مزور ارجع للي بعلك فلكن لو سليمة بيتعامل معك على طول وطبعا بيبقى خاف على صمعاتك وبالتالي بيحاول يلحق بقدر امكان اي مشكلة بتحصل بيلحق على طول ايه يجهز نفسه عشان يرد عليها فالرد على المشكلات مهمة جدا جدا ده بيساعدك انت كصاحب مصنع ان انت تستمر في السوق الاستمرار في السوق مش سهل انك انت زي ما قلنا كده تعمل الشغل اللي يعجب بيه الناس مش سهل نهائي صعب جدا صعب جدا تعمل حاجة كل الناس كم يتفق عليها الا اذا ان الناس كلها على الحظ في الفترة دي معجبة باللون ده فيه اللون ده وتشددهم التصميم ده شددهم فهتلاقيهم كلهم حابين يشتروا ايا كان باي كمية لكن طبعا بالنسبة الكلام ده كله بالنسبة الاطفال والملابس الحريمي اما في الرجالي فالموضوع بيكون بسيط جدا يعني ما فيش تصميمات كتيرة جدا مع الرجالي ان في الرجالي الراجل ما بيهتمش بالتصميمات قوي قليل جدا ما تلقى حد حابب انه يتفرج على تصميمات جديدة او حابب يستخدمه لكن دايما هتلقى الشباب بس اللي ممكن تبقى عنده حركة في الالوان شوية اما بعد فترة كده من الزمن بتلقى ان بقى في نضوك في الحتة دي ما بقاش ان انت تلبس اي الوان لو حصل كده ما فيه حالات شزة ممكن يعني يبقى عندها حب ان هو يلبس الوان وكده يعني فما فيش مشكلة انه يبهج نفسه لكن احنا بنتكلم على العموم لا مش هتلاقي ان هما بكى رجالي بيستخدموا الالوان الكتيرة او بيستخدموا او بيحبوا التصميمات الغير تقليدية ممكن تلقى الشباب لكن الكبار لا كبير عايز حاجة كلاسيك حاجة على قد الموضوع حاجة على قد المشوار بمعنى اصح هو ممكن ياخد التصميم اصلا ما ياخدش باله منه فبياخده يلبسه يروح مشواره ممكن الناس تعجب بالتصميم او متعجبش المهم ان هو كان لابس حاجة راح بيها مشوار وارجع اه غيرها وخلص الموضوع على كده اما بالنسبة للشباب والاطفال والسيدات طبعا الاطفال احنا بنحب بولادنا يبقوا على اكمل وجه عايزانوا بشكلهم جميل وكده فبالتالي بتلقى مهرجانات حصلة مع الاطفال في اللبس بالزيد في اللبس في الاكسسورات في الحركات بس هي الغالب على الوان الاطفال الالوان المبهجة فبالتالي هتلقى فيها الاصفر الفسفوري والاخدر الفسفوري هتلقى فيها الوان فسفورية كتير وساعات لو بنتة او بنوتها هتلقى اللي هو اللون المحمر الفسفوري فهتلقى كل الوانهم ناصعة قالل جدا ما تلقى حد اللابس منهم ابيض لان طبعا التعاون مع الاولاد بالنسبة للون الابيض صعب فبالتالي هتلقى كل الوانهم الوان يعني كل ما لابسهم ملونة وملونة بالوان حلوة وصريحة وهدية مش هادية الهدوء بتاعنا اللي هي الالوان تحب ان انت تشوفها مش شزة يعني ما تدايقكش فيه الوان بتدايق العين الالوان بتدايق العين دي مواروفة ان هي ممكن تتحطي على واحدة الاعلانات عشان تجذب العين يعني هي بتدايقة بس بتجذب بتخليك تبص تشوف ايه اللون ده اما الالوان العادية فخلاص انت معتدة عليها فبالتالي مش هتأثر معاك خالص فبالتالي ده بيساعد المصمم وهو بيصمم القمشة في الاساس على اختيار التصميم واختيار الالوان وتحديد المستخدم اللي هيستخدم النوع ده من القمشة موضوع كبير جدا في النهاية انا بعمل تصميم يا اما ينجح في السوق يا اما يفشل ويفضل انه ينجح لانه لو فشل كل الخامات اللي انت عملتها او اللي انت كنت بتحضرها هتكون راحت في الارض فبالتالي بيخلي بالي جدا من التصميم بيخلي بالي جدا من اللي هيستخدم التصميم واكتر كمان من اللي هيصنع التصميم ده اي ان كان نوع فبغيركز في الحاجات دي كلها عشان اوصل للمرحلة دي تعالى بقى نتكلم منكمل شغلنا برضو احنا بنتكلم عن المبارد احنا نتكلمنا عن المبارد العادية تعالى نتكلم عن المبارد الغير منتظمة الغير منتظمة قلنا ان انا عندي اكتر من خط مبرضي وكلهم مش متسويين فبينتج مبارد غير منتظمة المسافات ما بينه حركة الخيوط مع حركة اللحمات في اوقات دايقة واوقات واسعة فالموضوع ده مش موضوع الطي ورخ ولا موضوع تكدس لحمات ولا موضوع ضم الزيادة لا ده في مشكلة حقيقية موجودة معاك لازم تكتشفها لازم تبقى انت اللي مخطط لها هي مش مشكلة بمعنى مشكلة هي جزء من اجزاء تجهيزك اجزاء تصميمك فبالتالي لو جينا هنا وقلنا انا عندي مجموعة من المبارد غير المنتظمة احنا قلنا انا عندي هنا هنكون قايلين ايه قايلين ان انا عندي مثل مبرد اتنين على تلاتة تلاتة على اتنين ده مبرد غير منتظم ليه الاول حاجة هنا طبعا اللي موجود قدامي بيقول لي ان هنا في خطين مبرديين مش خط واحد ادي الخط الاولاني وادي الخط التاني الخط التاني ده هو اللي هيحدد لي الايه السمك هنا السمك هنا ملون اتنين وسعيب تلاتة لكن هنا ملون تلاتة وسعيب اتنين فالمسافة الفرق دي هتعمل مشكلة مع مين معك انت أثناء التصميم لازم تبقى عارف تتعامل معاها وإلا مش هتعرف تطلع التصميم بتاعك بالشكل المطلوب فهنا هنجمع المساحة بتاعتي هنا دي مجموعة بتساوي عشرة طبعا مش بنعمل كده على التصميمات لو بنعمل كده بس بيننا وبين بعضنا بنعرف الموضوع هيمشي ازاي يبقى هنا دي عشرة في عشرة وفي الحالة دي هيحتاج عشر درقات ويحتاج عشر دو ست يبقى عشرة في عشرة وعشر درقات وعشر درقات دي مسحت التكرار الأولين لو عايز تكرر كرر عادي براحتك فده هنا الفتاة العشرة واللحمات عشرة بدون تكرار فهاجي هنا على مساحة معينة واعمل العشرة بتوعي تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة ادي عشرة تاهم كده واجه هنا برضو نفس النظام واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة هنعمل هنا بس نكملها بالشكل ده كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر بالشكل ده كده هو قال لي إيه لون اتنين واسيب تلاتة ولون تلاتة واسيب اتنين تمام كده هنلون اتنين ونسيب تلاتة واحد اتنين تلاتة وهنلون تلاتة وهيبقى اتنين بقى هنا في مساحة كبيرة فاضية وقدها مليانة في مساحة صغيرة فاضية وقدها مليانة مع التكرار الاتنين دول هبقوا هنا فبقى هنا فيه اتنين فاضين مع اتنين مليانين وتلاتة فاضين مع تلاتة مليانين فهتلقى ايه الخطوط مش منتظمة فيه خط سميك وخط رفيع هاجي هنا هلون الاتنينات الاول بالشكل ده كده اخلي بالي اونا بلون اخلي بالي ان انا محافز على الزاوية بالشكل ده واتأكد المساحة بتاعته مزبوطة اول ما اوصل هنا فيه مربع مناقص مربع واحد يبقى يكمل تحت ده الخط المبراد الاولين الخط المبراد التاني بلون تلاتة هكملو تلاتات خلي باقي احنا ماشينا على الزاوية خمسة اربعين زي ما احنا اهي لون ده ولون ده وده 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 شابا فاهمين برضه احنا ما غيرناش الفكرة احنا ما زلنا شغالين ايه على الزاوية خمسة اربعين بس اوقات بنلون اتنين مع بعض اوقات بنلون تلاتة مع بعض هنا اتنين بقى لي واحد حطه تحت هنا واحد بقى اتنين مفيش يبقى التلاتة كلهم هنا مع بعض بس من البداية لازم يجب الشكل ده هكمل هنا على طول بقى اهمش المبرد العادي بتاعي الشكل ده كده بلون تلاتات هنا بقى مش محتاج يكون باقي فيها لان انا كده كده شغال من منطقة مخالفة للمنطقة اللي اشتغلت منها فبالتالي الدنيا بتكون متغيرة وبقدر ان اتعامل بيها ايه اكتر كده انا رسمت التصميم بتاعي وبعد ما رسمت التصميم محتاج ان انا اعمل اللقي واعمل رباط الدوس التصميم هنا هيحتاج عشر درقات فالطبعا المساحة هنا طبعا هم عملناش حساب العشر درقات فبالتالي محتاج مساحة اكبر هنعد المساحة دي امتى وهننزبط الكلام ده ازاي لما يكون عندنا ورقة مربعات مفتوحة نقدر نشتغل عليها بقدر الامكان هنحاول يكون معنا ورق مربعات ان شاء الله في الفترة الجاية عشان نقدر نحن نرسم بالشكل افضل شوية لان معنا تصميمات اكبر ويا تقريبا يعني في الفترة دي هنحاول نغطي لكم اكبر عدد او اكبر كم من التصميمات التركيب الناس جالي عندنا عشان نقدر نشوف بتتعامل في الاساس ازاي قبل ما تتحاول للاماشة اللي انت بتشوفها وبتستخدمها فيما بعد بس خلي بالك وانت بتعمل ده وانت بتحضر التصميم حضر كمان الفكرة بتاعت التصميم ده هل هتكون مناسبة يعني في ناس كتير جدا هتكون حبة تشوف التصميم ده حبة تستخدمه حبة تشتريه ازا حبت تشتريه فطبع احنا يعني الانجالة الغلبية يمكن الاماشة الترجال اللي انتو تعرفوها ااماشة مبرادية بس سطحها بيلمع دي منتشر كتير جدا في الملايين اللابس العمال ليه لهم وصفات كويسة بتتحملوا كلام حلو كتير جدا بيبقى على القماشة دي فده نوع من انواع القماشة المتداول كتير جدا لكن انا اقدر استخدمه استخدامات تانية على حسب بقى الزوء العميل بتاعك او الزبون بتاعك ممكن يتقبل انه يعمل يشتغلها او يلبسها وفي ناس ما تحبش تلبسها في الوان معينة الناس بتحبها جدا والوان تانية استحالة تلبسها يعني الالوان نفسها بتأثر كمان على المبيعات بتاعتك فنخلي بالنا في الجزئية دي واحنا بنحضر لتصممات نقدر ان احنا نشتغل او بعدين في مبيعات نقدر نسوقها يمكن الكلام في الموضوعات دي كتير جدا ان شاء الله نكمله ان شاء الله مع الحلقات الجاية لكن خلي بالنا الفترة دي يعني خلي بالنا فترة الدولة مهتمة بالتعليم الفني فخلي بالك استغل الفرصة دي وحاول تنمي مهارتك على قد ما تقدر ليه لو تخرجت هتلقى ان انت تسهل انك انت تعمل مشروع صغير هتقدر تنتج هتنمي نفسك وتنمي البلد فده يبقى احنا حققنا الحلم بتاعنا وحققنا الهدف من وجود التعليم الفني كنوع من انواع التعليم في مصر اللي بتساعد الطلبة بتاعتها على اكتساب المهارات الفنية اللي بتساعدهم على النزول لسوق العمل ومواكبته والعمل على انتاج وان انت تقدر كمان تبدع وانت بتنتج المنتجات الخاصة بتاعتنا احنا عايزين نوصل لمرحلة ان احنا يبقى عندنا منتجات عالية الجودة معمولة بايد مصرية وتكون كمان من خريجي التعليم الفني ده طبعا املنا معاكم وده اللي احنا بنحاول نحن نحقق ان شاء الله من ضمن اهدافنا في خلال الفترة الجاية بالشغل مع حضراتكم طبعا تابعونا في الفترة الجاية ان شاء الله هتلاقوا حاجات جميلة جدا من التعليم الفني وطبعا وقتنا خلص معاكم بسرعة شوفكم على خير في الحلقات الجاية وإلى اللقاء